إنه سباق مع الزمن في ظل تزايد عداد المصابين بجائحة كورونا في العراق العتبة العباسية المقدسة بملاكاتها الهندسية والفنية متحدية الظروف تستمر ببناء ردهات الحياة في مختلف المحافظات العراقية ولا سيامة في محافظة المثنى التي أخذت نصيبها من عطاء الجود لتكون فيها ردهة الحياة السادسة باشرة كوادر اسم الصيانة الهندسية التابعة للعتبة العباسية المقدسة بالتعاون مع دار الصحة المثنى بإنشاء ردهات العزل بتوجيه من سماحة المتولى الشرعي للعتبة العباسية المقدسة وذلك بسبب جائحة كورونا في العالم بصورة عامة وفي العراق بصورة خاصة نسبة الإنجاز تسارع مع الزمن وصلت إلى 50% ردهة لعز المصابين يواصل قسم الصيانة الهندسية بإنشائها لصالح مستشفى الحسين عليه السلام التعليمي في محافظة المثنى على مساحة 3500 متر مربع تحتوي على 114 غرفة منفردة بنظام لسويت سيتم تسليمها للجهة المستفيدة حسب التوقيتات الزمنية المتفق عليها طبعا مساحة المشروع هي 3500 متر يتضمن 114 غرفة العزل الصحي هذه الغرف كلها مجهزة بالتكيف والدافعات الهواء والسحيب والأجهزة الطبية وجميع المستلزمات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العراقية طبعا العمل حاليا نحن جاي نبدي من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة التاسعة ليلا أو العاشرة ليلا وفي بعض الأحيان هم يجددينها شافة ليلي حسب الحاجة للعمل من العاشرة ليلا إلى السادسة صباحا فيبادت العتبة العباسية مبادرة وهي مبادرة مو جديدة عليهم مدائما سباقين بهذه المبادرات فلاحظناها سابقا بأيام 2014 في الدعم بالغذاء والمال والحجر الشعبي واللعوائل النازح وكذلك اليوم لاحظناهم في هذه الجاعة التي تصلطت علينا بسبب هذا الوضع فالعتبة العباسية مبادرة جميلة جدا ويستمر عطاء العتبة المقدسة بالمساهمة في إنعاش القطاع الصحي من خلال بناء ردهة لعز المصابين بوباء كورونا وفق المواصفات الطبية المطلوبة من وزارة الصحة العراقية وزيادة الساعة السريرية في المستشفيات الحكومية لإستعاب أعداد المصابين لا سيما في مستشفى الحسين عليه السلام التعليمي في محافظة المثنى